بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول المؤلف حفظه الله المطلب الرابع سبب تسميتهم بالإمامية وبالاثنى عشرية وقد أطلق عليهم الإمامية نسبة إلى الإمامة لأنهم يعتقدون أن هذا هو الأصل الذي امتازت به الإمامية وافترقت بهم أيضا أنسائر فرق المسلمين وهو فرق جوهري أصلي ولأنهم جعلوا من الإمامة القضية الأساسية التي تشكيله وسموا بالاثنى عشرية لأنهم قالوا باثنى عشر إماما دخل آخرهم السرداب بسام الراء على حد زعمهم والأئمة الإثنى عشرية الذين يتخذهم الشيء الإمامية أئمة لهم يتسلسلون على النحو التالي واحد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي يلقبونه بالمرتضى رابع خلفاء الراشدين توفي سبعة عشر رمضان سنة أربعين إثنان الحسن بن علي رضي الله عنه ويلقبونه بالمجتبى ثلاثة الحسين بن علي رضي الله عنه ويلقبونه بالشهيد أربعة علي علي زين العابدين بن الحسين ويلقبونه بالساجد بالسجد بالسجد خامسا محمد الباقر بن علي زين العابدين ويلقبونه بالباقر سادسا جعفر بن محمد الباقر ويلقبونه بالصادق سابعا موسى بن جعفر الصادق ويلقبونه بالكازم ثامنا علي بن موسى الكازم ويلقبونه بالرضا التاسع محمد الجواد بن علي بن موسى ويلقبونه بالتقي عشرا علي الحادي بن محمد الجواد ويلقبونه بالنقي الحادي أشرا الحسن العسكري بن علي الهادي ويلقبونه بالزكي اثنى عشرا الثاني عشرا محمد محمد المهدي بن الحسن العسكري ويلقبونه بالحجة القائمة بالحجة القائمة فهؤلاء هم أئمة الشيء الإمامية الاثنى عشرية وهم المقصودون متى تكرر الاسم في هذا الكتاب ولا يدخل بهذا بقية فرق الشيء كالإسمائيلية وغيرها لأنهم وإن كانوا متفقين مع الاثنى عشرية في الإمامة إلا أنهم يختلفون معهم في ترتيب الأئمة وتسلسلهم وتبدل بعضهم بآخرين نعم 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 سو شيء عمامية حكما إثنى عشرية من نساني أكي كلا سدوانا سنة سنة أكي 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 أك ترجمة نانسي قنقر 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 لدينا عن طريقة كلها فلان الاشياء لدينا جهاز لدينا جهاز عندما يتجب إسمائل أصابه إسمائل أصابه أصابه فهولة المباشرة تتعلم في نفسه نفسه لأنه يتحبون مباشرة إلعاب أصابه حلها تتعلم على نفسه فأيه يتحبون ثم يتحبون ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 لو كانت مجموعة بناتباً فإنه يوجد هذه الصفيفية وفي هذه المجموعة هل تأتي بأن هذا؟ لذلك فإنهم يتحدث لأنهم يتحدث يتحدث أنهم يتش互يون للبديوان وإنهم يتحدث أنهم يتحدث وإنهم يتحدث كانت مجموعة وإنهم يتحدث في المجلس . 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 أما هي تنسى ابو جعفر ليسالمهم وهو محمد البقاء هنا نسمى اشوراه هذا يجب أن نرى اشورا هل يوجد اشوراه؟ نحن نزيده هناك تأشوراه هناك تأشوراه تأسود لدينا اشوراه فاركو النار يساعد هذا ارض هذا اللهم يقالى لا تحقيق النار فإنه أنه ساعد للمك في تحمل المهار أنه ساعد للمك في تحمل المهار لكنه ساعد للمك هو ادريك أدريك أدريك ادريك أدريك فإن الله ينبغى مرحبه فإن حجبيه لا أحدها بسبب أحدها أنت متأكسي أنا أحدها لأنه يوجد أحدها بعضها يوجد أحدها أسماء أنه مرحبه التي تعرفت شرح فإنها أما أنت كأسر خلقه ترجمة نانسي قنقر 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 فلا شك أن أرض كربلا أقدس بقعة في الإسلام وقد أعطيت حسب النصوص الواردة أكثر مما أعطيت لأي أرض أو بقعة أخرى من المزية والشرف فكانت أرض الله المقدسة المباركة وأرض الله الخاضعة المتواضعة وأرض الله التي تربتها الشفاء في تربتها الشفاء فإن هذه المزايا وأمثالها التي اجتمعت لكربلا لم تجتمئ لأي بقعة من بقاء الأرض حتى الكعبة وذكرت بعض كتب الشيء الحوارا قريبا جرى بين أرض كربلا وأرض الكعبة عن جعفر الصادق قال إن أرض الكعبة قالت من مثلي وقد بني بيت الله على ظهري يأتيني الناس من كل فج عميك واجعلت حرم الله وأمنه فأوحى الله إليها كفي وقري ما فضلت به فيما أغطيت أرض كربلا إلا بمنزلة الإبراح غرست في البحر فخملت من ماء البحر فحملت من ماء البحر ولولا تربت كربلا ما فضلتك ولولا من تضمنته أرض كربلا ما خلقتك ولا خلقت البيت الذي به افتخرت فقري واستقري وكوني ذنبا متواضعا ذليلا مهينا غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلا وإلا سخت بك وهويت بك في نار جهنم وبما تقدم يتبين أن مسألة تفضيل أرض كربلا مسألة أقيدية وهناك أقايد أخرى تتميز بها هؤلاء الفرقه نعم 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 تبدل أرض كربلا كما أن مسألة تفضيل أرض كربلا وانا يناد ألاك أكيدر تناد ألاك ألاك وانا أكرفي أتكين وانا كساة تكربلا كما نعم وانا أقدر تسمي من ألم سعيد كربلا وانا ترغب بالمجزز وانا أكبر تجعل الأمثال كما أنسى التقلد كما أنسى التقلد لكما أنسى التقتلد وانا أراض ك kidneys وانا أدمر كما أنسى التطريق نعم ترجمة نانسي قنقر 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 كل شيئاً. إذا تدقى هم ناسخيدي جيداً. ليس كذلك غير م Pioneer. وما يدعون إلى الناس ومن يدحون إلى الناس. المطلوب الخامس خامس لا المطلوب الخامس السنة السنة سدت ثانيا 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 مجمع البيان في تفسير القرآن لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي وهو مطبوع سادسا الصافي لمحمد بن مرتضع الشهير بملا حسن الكاشاني من علماء القرن الهادي عشر الهجري وهو مطبوع في مجلد واحد كبير ويوجد منه نسخة بدار القتب المصرية وطبئ أخيرا في خمس مجلدات ثانيا العصبي للمعلف السابق وهو مختصر من الصافي ومطبوع في مجلد واحد كبير ثامنا البرهان لحاشم بن سليمان بن اسمائيل الحسين البحراني مطبوع في مجلدين وطبئ طبعة أخرى في ثماني مجلدات ومقدمة تاسعا مرآة الأنوار ومشكات الأسرار للمولى عبداللطيف الكازراني والموجود منه مقدمته فقط وهي مطبوعة في مجلد كبير وموجودة في دار الكتب المصرية عاشرا المؤلف لمحمد مرتضى الحسيني المعروف بنور الدين من علماء القرن الثاني عشر الهجري وهو مخطوط في مجلد واحد صغير وهو موجود بدار الكتب المصرية الحادي أشرة تفسير القرآن للمولى السيد عبدالله بن محمد رضا العلوي وهو مطبوعة في مجلد كبير وهو موجود بدار الكتب المصرية ثاني أشرة بيان السعادة في مقامات العبادة لسلطان بن محمد بن حيدر الخراساني من علماء القرن الرابع عشر الهجري وهو مطبوعة في مجلد كبير وموجود بدار الكتب المصرية وطبع طبع أخرى في أربع مجلدات ثالث أشرة آلاء الرحمن في تفسير القرآن لمحمد جواد بن حسن النجفي لم يتم والموجود منه بدار الكتب المصرية الرابع عشر تفسير المشهدي كنز الدقائق وبهر الغرائب للميرزي للميرزي للميرزا محمد بن محمد رضا بن إسماعيل بن جمال الدين القمي المعروب بالمشهدي الخامس عشر تفسير الشبر الكبير والوسيد والوجيز للشريف السيد عبد الله بن محمد الرضا العلوي الحسيني من آل الشبر أسرة علوية يتصل نسبها بالإمام زين العابدين بن علي بن الحسين وهي إبارة عن ثلاثة كتب للمعلف ألف التفسير الكبير وهو المعروب بصفوة التفاسير ولا يزال مخطوضا في مجلدين كبيرين با التفسير الوسيد وهو المسمى بالجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين وهو مطبوء في ست مجلدات في الكويت مكتبات الألفين سنة ألف أربعومية وسبعة حجريا جيم وَأَمَّ الْوَجِيسِ فَيَدُلُّوا كَلَامُ مُحَمَّدْ هَدِي مَعْرِفَةٌ ألا أنهو معضوب مطبوء لا تشكر انهم يجب ان تخطيصوني نعم انه يجب أن تخطيصوني على تخطيصوني إذا كان مجبور ونقصوا إذا كان هذا الشيء يجب أن ينقصوني تجيزين شديدة وفاقى هذه القصة مساء الله ونبارهين السيد نشارك فقط حيث نسبة هذا نشارك نشارك من المتحدث ونشارك أيضا من المتحدث نشارك التذكر نشارك ونشارك وشارك ونشارك لأنها قدعة على البحث و في فضل في القناة عندما تحصل على البحث وتشكيرها فأنت تعليمين تشكيرها في تشكيرها ان Спасибо في الوضع إبراهيم كومي أولاً وقت مرة أيضًا عندما نزلت للمشاهدة يعني أرادة مجالدي من جميع الأطفال فعلينا نحن 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 من أكثر وممجالدي مجالدي مجالدي الشيخ مهماد من المخموطة المصرية يكون كثيراً يكون الأفصير والمفسرون في توقف القشب أما billة كثيراً سيكرناه سيكون Oh أحفين الأفصير والمفسرون أنه حمام include هل تعرف نفسك؟ إنهم يدعوني أن الإنساني إليه من قبل المؤشرين ومحمد حسين الزهبي إنه كانت سنة الطبور ويزر nothin يحمل المصرقية ومع ذلك ثالما يسمى أن الإنساني comes with me وإن قضيه يجب أن الإنساني لأن الإنساني يجب أن الإنساني يتتعاوني أن تلك التفصيرين وإنهاء الكثير من إشياء يتضعوا لي الإنساني لا نعم ألا نهمتنا نعم ولكن أبوene سديك ساعتني للمسلم صورة من أنه نتعلم هل أي صورة منصول صورة بمحمد و أعبة ويولد أن يكون محرم أصدر يمكنك أن تخصيه ح는데요 الذي يتعابل منه محمد صعيد محمد هو أن يهل فيمها ويوجد في نفس الناس أن يتعابل من أطعامت لماذا أطعامت نعلم أي جميع فأنت تخطير كبيرة أحبك إذا كان يلغط الشعب يمكن أن يكون لدي تلك المساكل جيدة وباء الرأس في سبيلته كيكثير وفرقك بل هذا المساكل وأرى ذلك مثل ما أقول أن يكون كنت تتفصير أن تكون شعبت فيه كبيرا ما أحد ع 30 دارم هل هذا أعطي ننجح لم يكن هناك بعض Kelly's Danny فهي سإلتقاله فهي فإن تلك السيدة بمسنة المبحث الثالث منهج الشيئة الإمامية الاثنى عشرية الرافضة في التفسير الأقدي وفيه مطلبان المطلب الأول منهج الشيئة في التفسير الأقدي بصفة عامة للشيئة الإمامية الاثنى عشرية الرافضة تفاسير متعددة وقد سبقت الإشارة إلى بعضها ولهم كتب أخرى يذكرون فيها تفسير بعض الآيات فمن أراد الوقوف على منهجهم في التفسير الأقدي يراجئ كتبهم في التفسير ويمكن معرفة ذلك أيضا من خلال ما يذكره علماؤهم بكتبهم الأخرى غير التفاسير عند احتجاجهم واستدلالهم بالآيات لتقرير بعض الآقايد كنت أراد الوقوف على منهجهم في التفسير الأقدي لتقرير بعض الآيات من خلال ما يذكرون في التفسير الأقدي لتقرير بعض الآيات من خلال ما يذكرون في التفسير الأقدي لتقرير بعض الآيات من خلال ما يذكرون في التفسير الأقدي ويذكرون في التفسير الأقدي بطريق أن فبحثين mà من الفتي تفضيك النخير أفضل من خلال الأرض يتطلب أن العبور على تفضيل الأرض مثلا الصغيرة أن تفضيل الأرض وكما تتحدثون مخلفي ستفضيل الأرض التي تفضيل الأرض السبب أيام السبب الأرض ستكون قصيد I السبب الأرض بل مسمى مجتمع يفعل الأرض السبب كما يوزن في تعليم القرآن ستواجد القرآن ماذا وُرْأَن؟ المهدي في القرآن مهدي أعلى القرآن هل أفهم بأن الدرس بأن القرآن كسب واميرد كبير من قربيه والدفسيره؟ نعم نعم هل نتحدث عن هذا المجال السمال؟ هل أعلم عن هذا المجال؟ نعم أعبد أن الدراسس سأكون حسكا كامالا إنه نعم 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 من خلال ما سطره العلماء في بياني منهج الشيئ في التفسير يتضح أن لهم منهجين في ذلك فمنهم من ذكر شيئا من ذلك إجمالا وربما ذكروا أمثلة على ذلك ومنهم من صلك منهج التفصيل في ذلك وذكروا أمثلة على ذلك أيضا قال محمد بن حسين الذهبي بمعرض كلامه بموقف الشيعة من الأئمة وأثروا ذلك في تفسيرهم ثم كان من توابئ هذه الأقيدة التي يعتقدونها في أئمتهم أن قالوا بإسمة الأئمة وقالوا بالمهدي المنتظر وقالوا بالرجعة وقالوا بالتقية وهذه كلها أقائد رسخت في أذهانهم وتمكنت من أقولهم فأخذوا بعد هذا ينظرون إلى القرآن الكريم من خلال هذه الأقايد ففسروا القرآن وفقا لهواهم وفهموا نصوصهم وتأولوها حسب ما تميله عليهم الأقيدة حسب ما تمليه عليهم الأقيدة ويزينه لهم الحوا وهذا تفسير بالرأي المضموم تفسير من من يعتقد أولا ثم تفسير ثانيا بعد أن يعتقد نعم نعم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فهم يعتقدون كفر ائمة الصحابة وجمهورهم ويتعبدون الله تعالى بشتمهم وسبهم ولعنهم والصحابة عندهم اخبث من اليهود والنصارى وهم يعتقدون ان علي هو الامام المعصوم هو وآل بيته ولذلك فصروا القرآن واولوا آياته ليتوافق مع هذه الاصول والاعتقادات ففي السابق بيان اجمالي لتصرفات الشيئة في التفسير بصفة عامة وكيف يتلاعبون بالآيات القرآنية اما لتوافق مع عصولهم المذهبية او تعييدا لأقائدهم التي يعتقدونها وفي الكلام ايضا اشارة الى خلل في استدلال الشيئة بالآيات وهو انهم يعتقدون العقيدة اولا ثم يتلمسون لها ادلة من القرآن الكريم وهذا عين التخبط وهذا وان شاركهم فيه غيرهم من طوائف اخرى الا ان الصحيحة ان تكون العقيدة ثابتة بالقرآن ثم بالتالي تعتي عملية وجوب اتقادها واما صنيع الشيئة فلا يعول بالناس الى شيء الا الى الزندقة وفي هذا الصدد يقول الشيخ الاسلام بن تيمية فالذين اخضأوا بالدليل والمدلول مثل الطوائف من اهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق يخالف الحق الذي عليه الامة الوسطى الذين لا يستمعون على ضلاله كسلف الامة وا امتها وعمدوا الى القرآن فتأولوه على آرائهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها وتارة يتعولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضئها ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافذ والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجعة وغيره ففي كلام شيخ الإسلام رحمه الله أمران يمثلان منهج الشيئة في التفسير بصفة آمة وهما أولا تفسير الآيات على مقتضى آرائهم ولتأييد مذاهبهم وهذا شبيه بما سبق ثانيا تعويل ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضئه وقال بموضئ آخر والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاز القرآن عليه وليس لهم صلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم قال محمد بن حسين الذهبي كذلك نجد الإمامي الاثنى عشرية يميلون بالقرآن نحو أقائدهم ويلوونه حسب أهوائهم ومذاهبهم وهؤلاء ليس لهم في تفسيرهم المذهبي مستند صحيح يستندون إليه ولا دليل سليم يعتمدون عليه وإنما هي أوهام نشأت عن سلطان العقيدة الزائفة وخرافات صدرت أن أقول قشش فيها من أقول عشش فيها الباطل نعم أن أقول عشش فيها الباطل وأفرخ فكان ما كان من خرافات وتراهات وأما وصف الشيئة أنفسهم من حجة علمائهم بالتفسير فأبرز من وقفت عليه فأبرز من وقفت عليه ممن تكلم في هذا من علمائهم المعاصرين العلامة الفقيد الشيخ محمد هادي معرفة في كتابه التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب فقد نقد منهج كثير من علماء الشيئة في تفسيرهم لا سيما في عدم الدقة وتمحيص الأخبار وممن تعرض لنقض منهجهم من مفسر الشيئة ألف علي بن إبراهيم القمي في تفسير القمي وقد نفى هذا العالم أن يكون هذا التفسير من تعاليف القمي بل جزم بأنه تلفيق من إملاعات القمي وقصد وافر من تفسير أبو الجارود قام بذلك التلميذ القمي أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن الإمام موسى بن جعفر با هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني البحراني في تفسيره البرهان في تفسير القرآن جيم علي بن جمعة العروسي الهويزي في تفسير نور الثقلين دال محسن محمد بن مرتضى المعروف بالفيذ الكاشاني في كتابه تفسير الصافي هذا العالم لم يتعرض لما في هذه القتب من السباب والشتائم والتكفير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما تنزيل آيات الذنب عليهم ولكنه من العجب أنه دافع عن التبرسي بكل قوة منافحا عنه ما قرره محمد بن حسين الذهبي من ظهور تشييع التبرسي تشييع التبرسي وانتصاره لمذهبه وحمله كتاب الله على ما يتفق مع عقيدته وتفسيره فتحامل على الذهب وشرع يفصل بالدفاع عنه وهذا يدل على تعصب صاحب هذا الكتاب لمذهبه هو أيضا وتجنب العدل والحيادية لوضوح ما أثبته محمد حسين الذهبي من تعصب التبرسي لمذهبه لكل ما طالع تفسيره وإن كان الرجل أقل بكثير من الطعن على الصحابة من غيره والملاحظة الأخرى هي أن محمد هذه معرفة هذا نفا نفا اعتماد علماء الشياء على تفسير القمي أو نقلهم عنه حيث قال ولم نجد من المشايخ الإزام من اعتمد هذا التفسير أو نقل منه و هذا الكلام به نظر من وجهي من المشايخ الإزام وتمتعجز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر استرجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ولكنها يمكن أن تتحدث في المعيش وإن أن يكونوا مؤكد وأنها تتحدث في المعيش ومعنى أكثر مثالي يقولون نعم علي إبراهيم الحديث ومن المعيش يقولون يقولون أنه يؤمن أنه يمكس بما أنه يتبعوا بحظة قمات المعلومات سوف يكون وفر beggاً فإذا كان فإذا أعلان ذلك فإذا كانت إشارة الأحيان أو أسرعها لا تفعل الأساسي فإذا كانت ذلك فنان الكان الأشيام معتدأ يهتم في المجاعدين كان هناك أعطان التيтр回streتنا اشتراكs عندما تع Plant Kon عسيعة فطأي تصد شب inic أحمان وأرغبią لو سيكون لأننا نستطيع أن يجب أن تزيده هل تعلم Are you right? ولكن لدينا كلille موضوع عندنا الأعرفة申iş done لأنه في محمد بن حسينزحابي سببعمل محمد حسينزحابي ومنح عسينزحابي لأن نساء ع droحة تأثير وخựcراتنا هذه العادة لأنكم كانوا أن يترموا محمد حسينزحابي وأن نقوض محمد حسينزحابي ومنح يساعدوا محمد حسينزحابي ومعرف sumar محمد حسينزحابي ترجمة نشاء الله أعرف بشكل جديد وعندما كنت أعرف بأنه يتصرف أنه يسير أمي وانا أعرف بشكل جديد كنت أعرف بشكل جديد أعرف بشكل جديد وأنها تشاهدون على خلالها ترجمة نانسي قنقر